السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسالة خطيرة من قلب غزة تعالوا نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أحد الدعاء حفظه الله أنه وصلته رسالة من بعض أهلنا في غزة نتمنى أن يسمعها العالم كله لعلها توقظ العالم من الغفلة التي نحن فيها كتب فيها الحمد لله على نعمة الخزلان فإنها علمتنا التوحيد الخزلان الذي قذلتمونا إياه علمنا التضرع إلى الله وحده وعلمنا توحيد الاستعانة فالاستعانة بغير الله ذل وعلمنا توحيد الاستغاثة بطلنا نقول يا عرب وبقينا نقول يا رب إن الخزلان هو الدرس الأصعب الذي يعلمك بصدق أنه لا إله إلا الله ولا نصير إلا الله ولا قريب إلا الله ولا أمان إلا في القرب من الله الخزلان هو الذي يعيدك رغم أنفك إلى جمال العبودية وبهاء الربوبية قال فالحمد لله على نعمة الخزلان فكل تدابير الله جميلة الله يشهد أنه لو لم يكن هناك جنة ورؤية لوجهه الكريم ولقاء مع رسوله صلى الله عليه وسلم لما تحملت قلوبنا ما قد رأينا من الدنيا ولا صبرا على البلاء ولم تلأ القلب من الهم والغم ولا بكت العيون كمدا وقهرا ولولا أن هناك جنة عرضها السماوات والأرض لتقطعت الأوصال فالحمد لله أن الدنيا ليست دار البقاء وحسبنا أن الله عز وجل قال عن المرابطين في فلسطين كما في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذ لهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك رسالة مؤثرة جدا ورسالة تدمي القلب قبل العين على الخزلان الذي كان يعاني منه وما زالوا يعانون منه أهل غزة وأهل فلسطين أسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن يثبتهم وأن يرحم شهداءهم وأن يشف مصابيهم وجرحاهم ومرضاهم وأن يعوضهم خيرا وأن يطهر أرض فلسطين والمسجد الأقصى من هذا المحتل الغاشم وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر